السلام عليكم ازايكم يا حلوين عاملين اي يارب تكونوا بخير النهاردة هنتعرف مع بعض على مجموعة ادوات انا باستخدامها لتنظيف الكمبيوتر او اللابتوب الادوات دي موجودة في اماكن معينة هقولوكم بتتجاب منين وهقولوكم كمان اسعارها ومبدأ ايا كده قبل ما ابدأ الفيديو تاي حابة ان انا ارحب بالناس الجديدة معي في القناة واقول يا ولكم بكل الحلوين اما الناس اللي لسه اول مرة تشوفني النهاردة انا حنان جمع وقناتي بتقدم فيديوهات متنوعة لو انت حابة تابع النوعية دي من الفيديوهات اشتركي في القناة وفعلي الجرس علشان تكوني مميزة ويوصلك الفيديو اول واحد يلا بينا نعرف مع بعض ايه هي الادوات اللي انا باستخدمها لتنظيف الكمبيوتر او اللابتوب يلا بينا اول حاجة معانا هي السبري التنظيف سبري التنظيف بيجي معاه الفوطة دي دي فوطة محببة بنقدر نستخدمها لتلميع الشاشات هي حلوة جدا للشاشات لان الفوطة المحببة ما بتصيبش اي طلطيش على الشاشات لان الشاشات زي المرايات لازم يكون في حاجة محببة تنظف زي ما احنا شايفين بالروش الاسبري على الشاشة وبنمسح بالفوطة او سواء شاشة الكمبيوتر او شاشة اللابتوب بنفس الطريقة بنمسح بالفوطة المحببة وانصحكم ان انتوا تجيبوا الفوطة المحببة لانها افضل حاجة للشاشات او زي ما انتوا شايفين الشاشة باقت بتلمع بعد كده الاسبري نفس الاسبري ده بيجي معاه الفوطة دي اللي هي عاملة زي منديل النضارة دي فوطة نعمة الفوطة دي ما بتنفعش للشاشات دي بتنفع بس ان احنا نمسح بيها الكيوورد او اللابتوب من برا زي ما احنا شايفين كده اهي بنستخدمها على اللابتوب من برا بالطريقة دي كده دي جميلة جدا للاستخدام على اللابتوب من برا لانها بتشيل اي طلطيش على اللابتوب وبتلمعه بطريقة كويسة جدا لكن مع الشاشات ما بتبقاش حلوة بصراحة دي مع الاسبري بتتجاب بسبعة ونصف اما الفوطة التانية مع الاسبري بتتجاب بخمسلاشر جنيه وبيكون معاها فرشة لتنضيف الكيوورد اهو زي ما احنا شايفين كده بننضب بيها اه الاماكن دي اللي هي بتبقى فيه الشاشة او الكيسة كمان بعد كده الفرشة دي رائعة رائعة في التنضيف اليومي دي مزتها ان احنا فيها شهر كتير فتقدر تلمع الترابة النعمة خالص اللي بتبقى على الاجهزة يعني هي دي نستخدمها للترابة النعمة اه على الاجهزة دي للاستخدام اليومي التلميع اليومي بالطريقة دي كده زي ما انتو شايفين سواء على الشاشات او على الجهاز نفسه على الكيو بورد بتاعت الجهاز اهو وكمان بتنضف الشاشة من وراء او الكيسة كمان الكيسة من فوق لو عليها تراب دي بتنضفها لك ونقدر نستخدمها بشكل يومي كتلميع للاجهزة بتاعتنا بالطريقة دي كده جميلة جدا يا جماعة في التنضيف دي جبتها بواحد وعشرين جنيه من مول رانين اهو زي ما انتو شايفين كده دي طريقة الاستخدام بتاعتها تستخدم في اي مكان في الاجهزة بتاعتك لانها بتعمل بس على انها تشيل الترابة النعمة اما بقى الفرشة دي جميلة جدا في تنضيف الزراير بتاعت الكيو بورد اه بنستخدمها ازاي ان احنا ما بين الزراير كده بيبقى فيه ترابة مسكة في الزراير فالفرشة دي لانها خشنة فهي بتشيل الترابة اللي بيكون ما بين الزراير وخاصة لو انت عندك مثلا اي كيو بورد بتاعتك اه ركنها بقى لها فترة فاتكون ما بين الزراير تراب تقدري تستخدميها ما بين الزراير بتشلك الترابة اللي هي بتبقى نشفة ومسكة ما بين الزراير اهو بالطريقة دي كده نقدر نستخدمها جميلة جدا في التنضيف وبتشيل التراب اهو زي ما انتو شايفين كده نستخدمها بس ما بين الزراير اهو بالطريقة دي كده زي ما انتو شايفين كده بقت تمام قوي وزي الفل اهو تمام جدا كده طيب تعان تشوف بقى الحاجة الاخيرة البتاعة دي عاملة لما بنضغط عليها بتطلع هوا عاملة كده زي بخاخت الهوا دي بنستخدمها شايفين لما بضغط عليها بحط دي بتطلع التراب اللي بيبقى مستخبي تحت في الزراير الترابة النعمة اللي بتتكوم بعد فترة طويلة من ركن الكيبورد وما بنشغلهاش فبيبقى فيه ترابة نعمة كده جوه ازاي بننظفها اهي بالبخاخة دي كده نضغط عليها بتطلع هوا يروح مطلع الترابة النعمة اللي بتبقى جوه طبعا بعد كده بننظفها بالفرشة النعمة اللي كانت معنا وعلى فكرة دي مع الاسبري بديجي مع الاسبري والفوطة والفرشة وسعرهم مع بعض 25 جنيه لو انتي هجيبهم مع بعض لكن لو من غير البخاخة دي بيبقوا 15 جنيه وبكده نكون عرفنا ايه هي الادوات اللي ممكن نستخدمها لتنظيف الكمبيوتر او الليب توب